بعد ما اكملنا الكورسيس ننتقل للباثافيسيولوجي والباثافيسيولوجي مقسمة الى تايب 1 الانسولين انسولين انسولين بيتا سيلة بنكرياس هنا جهاز مناعي يهاجم ويحط مننا الانسولين اللي ينتجنا من خلايا بيتا لان احنا نعرف انه البنكرياس موجودة بخلايا خلايا بيتا هي اللي تنطين الانسولين فهنا الاميون سيستم رح يهاجمنا الانسولين ويهاجمنا يسوينا للباثافيسيولوجي لدينا الى خلل او نقص كامل بالانسولين انسولين انسولين حال يسمونها خلل مناعي where are انسولين or anti-ISIS cell antibodies موجودة مضادات تشتغل ضد الانسولين this causes lymphocyte infiltration and destruction or infiltration بالنفوسايت الامور المناعية ويصير destruction بالباثافيسيولوجيا بالباثافيسيولوجيا ننتقل للنوع الثاني الباثافيسيولوجيا type 2 this condition is caused by relative deficiency of insulin and not absolute deficiency يعني هنا يصير خلل بانتاج الانسولين لكن ليس انه ليس انه يصير complete deficiency ما يصير لدينا نقص كامل انه اكو ان مادة انه البنكرياس تنطينا انسولين بس الانسولين غير كافي absolutely deficiency not absolute deficiency ما يعتبر انه نقص كامل او نقص مطلق this mean that the body unable to produce adequate insulin to meet the need يعني the body requirement need انه ما يكفي احتياجات الجسم ما يكفي الهلوكوز الموجود there is a beta cell deficiency coupled with the peripheral insulin resistance هذه الحالة يقول انه النقص بال beta cell deficiency يترافق وياها peripheral insulin resistance انه يصير عندنا resistance بالانسولين انه انسولين اللي ينتج غير فعال او غير نشط او اكو فد امور انه داخل الجسم اللي انت وديز صامضادة تشتغل ضد الانسولين وبالتالي انسولين يعتبر غير كفوق وما يسدنا احتياجات الجسم وما راح ي يؤدينا الى توزيع الكلوكوز الى خلايا الجسم نشوف هنا الصورة هاي التوضيحية شخص انجسم تشتغل عندما يأخذ الغذاء الغذاء يحتوي على CHO كاربوهيدرات سكر بروتينات دهون زين لبيد الكلوكوز 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 راح يروح انه يسد حاجة الجسم والـ الأكسس الزائد يخزن على شكل قليكوز الكلوكوز بالبينكرياس يخزن الزائد زين عاد نيد عندما يحتاج كلوكوز يتحول الكلوكوز الكلوكوز وبالتالي يستخدم الكلوكوز يستخدم الكلوكوز للطاقة يستهلك ننتقل الكلوكوز 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 ماذا العلامات السريرية أو العلامات والإعراض للشخص الذي لديه سكري طبعا هناك ثلاث حالات يسمى كاردينال فيتشر و الكلوكوز أو ثلاثة علامات كلاسيكية يعني كل شخص عنده سكري أول أول البوليديبسيا كريز ترست شخص يصير زيادة بالعضج نتيجة طبعا زيادة كونسترات من كلوكوز نعرف أنه كلوكوز هي مادة سوية وبالتالي زيادة تركيزة بالبلد يتخلى الشخص أنه يحس ترست عطشان البوليديبسيا الحال يسموه والبولي فيجيا كريز زيادة بالهنقر نتيجة أنه هذه المواد وهاي الشخص اللي قاعد ياخذها ما قاعد أنه تدخل للخلايا نتيجة أنه نقص بالإنسولين فتطرح تروح للكدني وتطرح مع الأكسكريشن زيادة زيادة بحدوث اليورن زيادة بالإدرار أكثر من مرة هذه ثلاث علامات سريرية وثلاث علامات كلاسيكية عند الشخص اللي عنده Diabetes mellitus نتيجة للمين Septum of Diabetes هنا ما قاعدها على شكل Systematically يعني مثلا بالcentral nervous system الشخص يصير عنده بولي ديبسية بولي انفيجية ليثارجي عدم راحة ستوبر بمرات يمر بحالات من الأغماء وغيرها Systematic weight loss يفقد الوزن مالته رسيرتاري كوزمل بريثين كايبر فينتليشن زيادة بالنفس مالته بالآية يصير عنده بليرد فيجن نتيجة أنه ترسب الكلوكوز بالرثنة وفيدينا إلى بليرد فيجن البريث يكون سميل الأسيتون يعني الشخص أنه يتحسس راحة أو يستمر راحة الأسيتون بالبريث كمالته جنتيك أو غاسترك يعفو غاسترك أنه يصير عنده شخص نوزية ويورنر يكون عنده بوليوريا وكلوكوزيوريا زيادة باليورنيشن مرات اليورنيشن وكلوكوزيوريا وجود الكلوكوز باليورن نجي للدايغنوسيز ننتقل الدايغنوسيز of ديابتس و عدنا النوع البرزنس of اسيبتماتيك of ديابتس and راندم بالشقر عدنا أكو راندم وعدنا فاستينج راندم عندما شخص يكون عشوائي بأي وقت والفاستينج يكون الشخص مماخذ غذاء وقياسات طبيعية وحسب المصادر يقول بالراندم يكون أقل من 200 ملغرام بالديسليتر الفاستينج يكون أقل من 126 ملغرام بالديسليتر وأكو عدنا يسمونها 2 hours بلاسما غلوكوز أقل من 200 ملغرام بالديسليتر during an oral غلوكوز تلرانس تيست ننتقد ل المضاعفات المضاعفات والمضاعفات عدنا acute complication وعدنا chronic or long term complication ننتقد الأكيوت الأكيوت الأول حالة هي DKA يسموها diabeto acidosis يعني هنا يبقى الجسم يصير عنده خلل بالإنسولين راح يصير شنو هو بالأساس الإنسولين يأخذ هذا كلوكوز الذي نستهلك يودي وزع الخلايا كرسبترات فإذا لا يكون إنسولين لا يدخل هذا كلوكوز لا يدخل إلى الخلايا يصير هنا معناتها حاجة للخلايا فالخلايا تبقى تستخدم الفات كطاقة يعني مكان ما تستخدم كلوكوز كطاقة تستخدم الفات كطاقة فتحرق الفات فهذه الحالة حالة ديكي أي ديابة كيدو أوسيدوس هنا هناك محاولة من الإنسولين مع الإنسولين محاولة محاولة ومحاولة تستخدم الفات للإنيرجي يعني تستخدم الفات للإنيرجي تتكون عندنا الأسامة كيتونية هذه حالات الأكيوت كوملكيشن هناك كومل هناك هناك أكس رائس بلد شقر and no enough إنسولين to suppress the ketone synthesis إنه يصير عندنا ارتفاع بالبلد شقر ارتفاع حاد وهذا الارتفاع لا يمكن الانسولين لتسير الانسولين الانسولين لا يمكن التصنيع الكيتون الكيتونية انفكشن هايبو هايبو غلاسيما أبسوز حالات من هايبو غلاسيما عند الشخص ممكن يحدث نقص بالكلوكوز قلة بالكلوكوز هايبو غلاسيما يعني موجود بالدماغ فبالتالي عدم موجود الكلوكوز بالبراين إنه الشخص يتعرض لما يحدث عنده يصير ممكن يصير عنده كومه وهاي الحالات يسمو الهايبو غلاسيما this is due to abnormal low blood glucose يعني أما يكون abnormal low blood glucose أما يكون قليل زين أما يكون غير طبيعي أكو كلوكوز بس غير طبيعي غير كفو غير فعال it is an acute and life threatening condition هاي طبعا نكون الحالة مهددة للحياة ننتقل للكرونيك or long term complication انجيوباثي سردنا خلل بال blood vessels لأن ارتفاع مستوى الكلوكوز بالدم نعرف إنه الكلوكوز هي جزيئات جزيئات كبيرة كيف وجودها بالدم بمجرى الدم يعتبر غير طبيعي زين راح تحيقن الدورة الدموية زين باعتبار السكر هي جزيئات جزيئات كبيرة وجزيئات إنه تكون بها نوع من الفيسكوز من اللزوجة فتحيقن تحيقن دورة الدموية تجي تترس بنا تنزل بالكيدني تأثر لنا على الكيدني طبعا لأن ما يمكن من مرورها من خلال الكيدني لأن جزيئات كبيرة ما ممكن تطرح الكيدني فتبقى سببنا ممكن نفروباثي وتجي على الرتين تترس بنا بالرتين تسببنا رتين وباثي أو تترس بنا بالنير بالعصاب تسببنا نيروباثي فهي الحالات اللي هي قدام نشوفها إنه أثير سكيلوروس تأدي تأدي إلى ديابة كارتينو وباثي قلنا بلير دفيجين تشوش باللقرية قلاكومة قلاكومة اللي تصيبنا والكثراك الماء الأزرق والماء الأسود بالعين البلايدنس العمى نفروباثي قلنا خلال يصير عندنا بالأحصاب ميرد بروتين يوريا أو نفروسيز عند اندستيج رينال دزيز خلال يصير عندنا بالكيدني ووجود البروتين باليورين أو النفروسيز يصير عند اندستيج رينال دزيز انه الفشل الكلوي اللي يحتاج إلى آخر شيء لكيدني بعد ما تقدر ما تشتغل إلا على حالات الغسيل الكلوي نيروباثي والقاستروباريس والدمنشية عندما تأثر على الأحصاب يكون عند الشخص قلة بالتركيز بالكونستريشن بالكلام مانتا بالورينتيشن بالواعي بالانتباع زين سكشوال امبوتنسي هنا يصير ضعف عندنا بالسكشوال اكتيفتي دايبة تكفوت انه الشخص يصير عنده يكون الشخص رسكي للأصابة بالديابة تكفوت نتيجة انه عندنا البلد فيزلز يصير بها دمج نعرف هي البلد فيزلز الناقلة تنقلنا الدم للأطراف السفلة والعليا فبالتالي لما ما يصير عندنا دمج بالبلد فيزلز ماكو دم ما رح يوصلنا للأطراف فبالتالي اي جرح زين وما يوصل لدم والدم نحن نعرف ينقل لنا مو بس ينقل لنا الغذاء زين فبالتالي اذا ما توصل تغذية للأطراف ما يوصل دم للأطراف رح يؤدينا الى جرح وبالتالي هذا الووند ممكن يتطور وتحدث الحال يسموها الديابتك فوت تغيير بالجلد وتغيرات بالجلد دايابتك ديرموباثي تروما ليجين اعقق الله خليسر عندنا بالجلد التهاب او جفاف بالجلد ويتلوس فقدام قلة بالوزن عند الشخص بور ووند هيلين انه يصير عند ضعف فيمن بالهيلين بالتآم التآم الجروح نتيجة بلاد فيزلز دميج نجي للمانجمنت أو في الديابتس مليتس شنو المانجمنت المانجمنت قدنا 5 اسبكت في الديابتس منجمنت ميك اب تو كومبيت بروغرام أو جود كونترول حتى نحافظ علي اكو خمس امور رح نحن هاي الامور انه نتبح يتلازم الديت الشخص يعتني بالديت مالت وبال اكتيف بالحركة والمونيترينج المراقبة مراقبة السكر والمديكيشن الالتزام بالمديكيشن اللي موجود as order والإدجيكيشن زين التقافة اعرف انه السكر متى يرتفع متى ينخفض شون العلامات مالت بحالات الارتفاع شون العلامات بالانخفاض زين بروفينشن أو الديابتس عدنا عدة نقاط انه شون نمنع الديابتس منتين هيلتي بدويت بدويت العفو انه لازم الشخص يكون يحافظ على الوزن المثالي زين بي فيزيكيلي اكتيف لازم شخص دائما اكتيف فيزيكيلي اكسرسائيز يسوي ذلك الوكوز زيفل شد بي منيتر بفور ديون قعند افتر ايج وورك اوت لازم يشيك الكلوكوز في المال ايضا ايت هيلتي و بلانس دايت لازم يحتوي بالغذاء زين وياخذ الغذاء اللي يحتوي على الهاي فايبر والمير بروديكت مور فروة فواكه والخضروات ايضا ردوز انتيك فات سجر كونتين فوت يعني يقلل من السكريات ومن الدهون بش مهرج ذناي ايضا ايضا با Bis ايضا 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 المار يعني حاول انه هاي